أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الخاصة بحياة التقص بالمغرب خلال الأيام القادمة لآخر توقعات نماذج التقص العالمية سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات إخواني الكرام ابتداء من يوم الثلاثة 16 عبريل والأيام القادمة والمناطق المعنية والإضطراب الجوي القوي إخواني الكرام والتطورات القوية والمفاجئة ولله الحمد إخواني الكرام بالنسبة لتوقعات يوم غد الثلاثة فاستمرار الأجواء المستقرة إلى قادة سحب في معظم مناطق المملكة ما تكون بعد الرياح النشطة على السواحل الوسطى وكذلك الجنوب الشرقي تبقى ضعيفة وإخواني كرام هذه الرياح بالنسبة لتساقطة الأمطار بالنسبة لليوم غد أجواء عموما تبقى مستقرة إلى قادة سحب مع اقتراب هذا المنخفض الجوي الأطلسي والمحمل بالأمطار الرعدية والزخاة الرعدية القوية جدا إخواني الكرام فتحذير مبكر إخواني الكرام بالنسبة لأيام القادمة فسوف تشهد المملكات طرابات جوية مهمة ولله الحمد نسأل الله التباتل هذه الخيرات ولله الحمد التوقعات مازلت تابعة بشكل كبير إخواني الكرام إن شاء الله بالنسبة لتوقعات يوم الأربعة كذلك 17 أبريل يتوقع انخفاض في درجة الحرارة الملموس بسبب دخول أو اقتراب هذا المنخفض أو تأثير إخواني الكرام سيؤدي لانخفاض الملموس في درجة الحرارة بسبب اقتراب هذا المنخفض الجوي من المملكة قد تكون أجواء نسبيا غائمة ربما بسحب عليا على المرتفعات وكذلك المناطق النسف الشمالي من المملكة إن شاء الله مع اقتراب هذا المنخفض تدريجا إن شاء الله سوف تتحسن الحالة الجوية بانخفاض درجة الحرارة بحول الله بسبب التوقعات كذلك الأيام الخميس إن شاء الله فيتوقع أن تكون كذلك الأجواء وما زالت مستقرة كما تشهدون إخواني الكرام إن شاء الله مع اقتراب هذا المنخفض الجوي الأطلسي المحمل بالأمطار الغزيرة والمعتبرة بسبب السعوب فستكون أجواء نسبيا منتعشة غسرها مرتفعات على عدة مناطق سوف تنخفض درجة الحرارة إن شاء الله بحول الله أما بالنسبة للمناطق المعنية بالأمطار والعاصفية فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا التفاصيل كرام والمستجدات بالنسبة لتوقعات يوم السبت والليل الحمد للتوقعات ما زالت تابتة يوم السبت فقد مجرد بداية لدخول هذا المنخفض الجوي تساقطات مطارية رعدية قوية جدا على التنغير والرشيدية وكذلك آسول وقلميما والريش وقاراما أمطار رعدية قوية كذلك على الخميسات والروماني والماس ومكناس قريط بو محمد وتاونات تازة وأكنول وأيساقن وتاونات وساكا والتريوش والحسيمة وتاوريت وقرسيف تازة وتنغير وكذلك ميسور أدما نتقد تعرف تساقطات مطارية رعدية مشاهدين كرام يوم السبت في الفترة بعد الزوال يتوقع أن تستمر ذلك التربات الجوية والزخاش الرعدية القوية والتربات الحاضرة على كيمدن أو زميز إمتانوت مراكوش أزيلال وتبينت وإيمالشيل وبنيملال وزاوتشيخ وكذلك تونفيت وخنيفرا أمطار متواصلة على الروماني والماس وطقس عاصفي وقعه يألم كناس وكذلك تهلا وتازة وتاونات وأكنول وساكا والتريوش وتاوريت وبركان وبرصيف والناظور وجرادة وكذلك مناطق وطات الحاج وميسور وسكور المنتاز وإيفران وصفروق المناطق تعرف أمطار رعدية قوية جدا وشاهدين كرام بالنسبة لتوقعات الفترة الليلية في توقع أن تمتد هذه الترابات الجوية بشكل غزيخة تعطي بعض التساقطات تلجية على تبينت أمطار ستكون على أوكيمدن وكذلك تنغير وآسول ومع بنيملال وأزيلال والغروجو وتساقطات محتملة على واضزمو خريبقو ستاتو برشيدو القارة وبنسليمان والرماني والماس والريباط تساقطات مطارية وزخاش رعدية قوية محلية كذلك على إيفران وسكون المداز أمطار حضر على لوطة الحاج وعاطف وقرسيف وتاوريت وساكا والتريوش والناظور مع تقص مفاجئ قادم أخواني كرام خلال أيام التي سنقدم لكم في هذا الفيديو تساقطات متواصلة إن شاء الله وجدة وجرادة وبركان وتاوريت وبرسيف وتطلحج وميسور وتبينت وكذلك تنغير وأسول أمطار جد جد معتبرة وغزيرة محلية وبالنسبة اليوم الأحد فالطرابات الجوية متواصلة مع تساقطات تلجية معتبرة خفيفة على مناطق الرشيدية وقلميم وكذلك مناطق تبينت بن ملال ميدلت وريش وقرامة تساقطات مطارية معتبرة كذلك لمعتركة إن شاء الله محتمال إن شاء الله أن تستمر هذه الترابات الجوية كذلك للفترة المسائية من يوم الأحد مع احتمال تساقطات تلجية أمطار متواصلة على مناطق تنغير وأسول والرشيدية والريش وأزلالة قدير وشيبا مراكش أوكيمدن وأمزميس وكذلك التساقطات خفيفة على تساقطات نسبة توقعات الأيام القادمة تشير لبعض الأمطار على مرتفعة الريف والجهة الشرقية أما بالنسبة مع مرور الساعة إخواني الكرام سوف تستمح هذه الأمطار جد معتبرة وعاصفية وغزيرة على عدة مناطق وعدة تقليم تساقطات مهمة إن شاء الله سوف تشدها مناطق تازنغت وأكز وورزازات وتليوين أوكيمدن أمزميس إمنتينو تشاو سيد بواجمن قل استراغن بن قرير أقادي البوشيبا مراكش تاملات والفقه بن ساله وعظيلال والمروج كذلك سيد إفني أو سيد بن نور وتطلحاج وبرشيد القارة وسطات وربما الداربيدا وبنسلي والرماني والماس خنفرة وكذلك مناطق إجرسيف واتومفيت وأزول ومناطق تسين غير أمطار معتبرة على أرفود وكذلك وورزازات وتازنغت وأكز إن شاء الله تساقطات مطرية جد متاظرة مع تساقطات تلجي على أكيم مطار جد غزيرة متواصلة وعارة عادية على مكناس وفاسكورم التاس وإفران وجهال إن شاء الله وللا ميمونة وكذلك تطوان وشوشاون وإساق من المتوقع مشاهدين الكرام استمرار الأجواء الغير مستقرة خصوصا في الفترة الصباحية كذلك من يوم الاثنين أجواء تبدو مستقرة لكن احتمالا تعود للطربات الجوية كما تشيدون مع توجد هذا المنخفض الجوي إن شاء الله يحتمل دخول الطربات الجوية مهمة كذلك بداية من يوم الأربعة مع اقترب منخف الجوية آخر كما تشيدون وأمطار متواصلة إن شاء الله على عدة مناطق من المملكة تساقطات حذر علوكم دن أوزميز إمتانوت واتينغير وقلميم رشيدية وملسيل وبني ملال وتنفيت أسود شيخة ومطار حذر على الريش وقرامة وميسور وخنفرة سكون مداز وإفران وطلحاج إن شاء الله وكذلك مناطق الشرقية بالنسبة لتوقعات النموذج الأمريكي أخواني الكرام وتركمة الأمطار سنقدم لكم في هذا الفيديو النموذج الأمريكي يشير لطربات جوية قوية جدا خاصة في التوقعات القادمة باقترب منخفض جوى آخر إلى المملكة إن شاء الله بداية من يوم السبت فالنموذج الأمريكي كذلك يشير لدخول هذه الطربات الجوية والأمطار القوية إن شاء الله لكن خلال اليوم الأربعة كما تشيدون يشير لطربات جوية قوية محلية على وطلحاج وكيكو فاس وخنفرة أبني ملال وتينغير وراشدية ومناطق مرذوبة إن شاء الله وفاس ووجدة أما بالنسبة لتراكمات الأمطار أخواني كراب للنموذج الأوروبي فيشير لتراكمات جد مهمة على عدة مناطق من الملكة المناطق المعنية بهذه الأمطار إن شاء الله المعتبرة فهي كالتالي تهلة وتازة فاس ومكناس كولمتاز وتطلحاج والماس وإفران خنيفرة وميدلت وتطلحاج بني ملال أزيلال أقادير وشيبة والإسترغناء وأوكيمدون آزميز تينغير وقلميم وراشدية لما نتقل باللول الأصفل ستعرف تساقطات مطارية جد جد غزيرة وكذلك لما نتقت هذا تساقطات مهمة سوف تشهد المملكة إن شاء الله على كذلك قد تصل كمية الأمطار إلى كمية الأمطار متوقعة إلى أزيد من خمسون مليمتر مشاهدنا الكرام وقد تكون مصحوب هذه الأمطار رياح قوية خصوصا خلال يوم السبت كما تشاهدون عشرون أبريل فيتوقع أن تكون بعد الرياح النشط أقصى الشمال المملكة والجنوب الشرقي والقلب الجنوبي المملكة وإحتمل أن تستمر الرياح قوي أقصى الشمال المملكة والجنوب الشرقي بشكل قوي إخواني كرام خصوصا السواحل الوسطى للمملكة وأقصى الشمال المملكة ستكون بعد الرياح النشطة أما بالنسبة لتوقعات الأمطار والليل حمد تساقطات مطارية ستكون معتبرة على عدة مناطق وعدة مدن إن شاء الله كما ذكرنا لكم في هذا الفيديو أخواني الكرام وسوف تستمر للترابط كذلك يوم الثلاثة ثلاثة وعشرون أبريل على المرتفعات أخواني الكرام كما تشاهدون المناطق إغرم وإعتباه وتفرات وتزنيت وتريوين والريش والرشيدية وتمفيت وزود شيخ وتطلح تساخطات مطارية معتبرة وعاصفية وغزيرة وكذلك رعدية جدا فالإخواني الكرام كما تشاهدون خير كبير قادم إلى المغرب كما تلاحظون مشاهدين الكرام فإن شاء الله سوف تكون الترابط جوية مهمة وأمطار قوية قادمة وزخات رعدية جدا جدا قوية ومعتبر قادمة نحو المملكة